هنروح للسؤال الثالث بارت A بيقول كالآتي لو كانت عندك الحين الآي أو البي عبارة عن 3x3 ماتريكس يعني مصفوفة من الحجم 3 في 3 يعني 3 صفوف و3 أعمدة فبيقول حيث أن محدد هذه المصفوفة determine البي وسوي سلب نص اوجد find determined اوجد محدد المصفوفة اللي هي عبارة عن شنو adjoined to be طيب يبقى أنا المطلوب مني إيجاد قيمة determine للمصفوفة اللي اسمها adjoined to be طيب هنروح على السؤال part A ونشوف ماذا يكون الحل طيب إحنا عايزين مطلوب مني حساب determine the adjoined to be إحنا نعلم تماما أن دائما محدد محدد أي للأدjoined مالأي ماتريكس أو محدد الأدjoined لأي مصفوفة A في الدنيا بتكون هي عبارة عن قيمة هذا المحدد مرفوعا إلى حجم المصفوفة نقص واحد دي المعلومة اللي احنا نعرفها بصفة عامة theorem وأثبتناها وسوينا لها بروف فيما سبق يبقى دائما محدد أي مصفوفة دائما محدد أي adjoined matrix محددها هو عبارة عن قيمة هذا المحدد لهذه المصفوفة مرفوعا لحجم المصفوفة نقص واحد فبالتالي تعالوا نطبق هذا الكلام بالنسبة لنا لأنه دي تعتبر بالنسبة لنا نظرية احنا درسناها فيما سبق تعالوا نطبق هذه النظرية على الرموز اللي موجودة عندي قال لي وجد لي احسب لي determine أو محدد الadjoined 2B يبقى حاليا محدد الadjoined لأي مصفوفة في الدنيا بيكون عبارة عن قيمة هذا المحدد لهذه المصفوفة يبقى 2B يبقى محددها مرفوعا لأس حجم المصفوفة يبقى الثلاثة دي تمثل مين تمثل حجم المصفوفة هو قال لي يبقى أنا بالنسبة لي فأصبحت محدد 2B محدد المصفوفة اللي اسمها 2B مرفوعة لأس ثلاثة ناقص واحد طيب الثلاثة ناقص واحد احنا نعلم تماما أنها تساوي 2 فأصبحت محدد اللي 2B مرفوعا لأس ثلاثة طيب نعلم تماما أن أي قيمة عددية تطلع بره المحدد عبارة عن 2 لأس حجم المصفوفة بمعنى أن عندك اللي 2 هيطلع بره المحدد بكام هيطلع بره المحدد ب2 أس ثلاثة ما هو السبب لأن عندي المصفوفة حجمها 3 بتلاتة فلو عندي أي كونستنت أو أي عدد ثابت يطلع بخارج المحدد بقيمة بقيمته مرفوعا لأس حجم هذه المصفوفة 2 أس ثلاثة مضروب في محدد البي كلهم مرفوعين لأس ثلاثة طيب 2 أس ثلاثة أس ثلاثة يعني معناها 2 أس ثلاثة تبقى عندي محدد المصفوفة بي مرفوعا لأس ثلاثة محدد المصفوفة بي مرفوعا لأس ثلاثة هو قال لي أن محدد المصفوفة بي عبارة عن سلب نص يبقى إذن سلب نص تربيع يبقى حاليا محدد المصفوفة قيمته سالب نص وهسوي له تربيع فأصبحت طالما الأس زوجي والعدد سالب فبتكون القيمة موجبة فأصبحت 2 أس 6 مقسوما على 2 أس 2 اللي نطرح الأسس هتصير عبارة عن 2 أس 4 اللي هي عبارة عن 16 وهذه هي قيمة محدد الأجوينت 2B طيب نروح مباشرة للسؤال part B السؤال الثالث part B معطينا عندي الانفرس لميتريكس يبقى أنت given معطيني الانفرس لمصفوفة وطلب مني محدد هذه المصفوفة طيب طالما عندي determined A المطلوبة مني فممكن أحسن طريقة للموضوع إن احنا نحسب determined A inverse وإحنا نعلم تماما إن determined A يساوي 1 على determined A inverse يعني المعلومة اللي عندنا إن هي عبارة عن determined A بتساوي 1 على determined inverse أو determined inverse مضروب في determined أي مصفوفة مضروبا في determined inverse بيعطينا دائما الجواب واحد determined A مضروب في determined A inverse دائما بيعطينا واحد يبقى دائما محدد أي مصفوفة مضروبا في محدد معكوس هذه المصفوفة أو المصفوفة العكسية دائما بيعطينا قيمة الجواب دائما واحد فبالتالي لما حب أوجد قيمة D A أقول واحد تقسيم D A inverse والعكس بالعكس لونا حبيت أطلع قيمة determined A inverse هو عبارة عن واحد على determined A طيب عشان ما نطول الموضوع طلب مني هو determined A determined A هو عبارة عن واحد على determined A inverse يبقى إحنا حاليا نحسب determined A inverse نحسب نبدأ نحسب في دراسة أو حساب determined A inverse وبعدين هذه القيمة نقسمها على واحد أو نقسم واحد عليها فبالتالي سأبدأ أول ملاحظة ألاحظها أن هذه المصفوفة من الحجم أربعة بأربعة وشيء طبيعي إحنا لا يمكن إيجاد قيمة محدد أي مصفوفة إلا إذا كانت هذه المصفوفة مربعة سواء كان حجمها 2 في 2 أو 3 في 3 أو 4 في 4 فبالتالي كون أن هذه المصفوفة مربعة فبالتالي ممكن حسابة determined لها بكل سهولة ولكن أربعة في أربعة بتكون طريقتها بتكون أفضل شيء أن نحن نسويها إذا كانت عندي عمليات عندي كثير عشان أقدر أحسب هذه المحدد فأفضل شيء للمصفوفات اللي هي فوق الحجم 3 في 3 يعني سواء كانت أربعة في أربعة أو خمسة في خمسة أو ستة في ستة نتبع هذه الطريقة البسيطة هي عبارة عن عملية RREF عموماً يعني نقدر نسوي بعض العمليات بالنسبة للمحدداتها عمليات على الصفوف وأيضاً عمليات على الأعمدة طيب ليه هذه الطريقة؟ ليش استخدام طريقة RREF بالنسبة للمحددات؟ لأن هذه الطريقة ممكن تجعل إذا كان هذه المصفوفة بنحط أكبر عدد من الأصفار لحساب هذا المحدد؟ أو إن إحنا نقدر نحول هذه المصفوفة إلى مصفوفة مسلسية علوية أو أو نسويها إلى نحولها إلى مصفوفة مسلسية سفلة أو دنيا أو بيسموها أو ممكن نسويها لأنه بيكون في الثلاث حالات قيمة المحدد عبارة عن حاصل ضرب القطر الرئيسي يعني عموماً طيب أنا عندي الواحد وعندي تحتيه واحد وسلب واحد وسلب واحد فأنا ممكن بعمليات نقدر نخليه دائماً نضرب الصف الأول بسلب واحد واجمعه على الصف الثاني إحنا كده غيرنا الصف الثاني حولنا إلى صفر الرقم اللي تحت الواحد الأولاني نقدر نحوله إلى صفر وبنفس الطريقة لو جمعنا الصف الأول والثالث مع بعض بيتحول أيضاً إلى صفر والأول والرابع مع بعض أيضاً بيتحول إلى صفر الثلاثة عمليات دول لما أسويهم مرة واحدة بيعطينا دائماً التغيير هيتم على الصف الثاني والثالث والرابع ففعلاً جعلنا الواحد وجعلنا كل اللي تحتيه أصفار بهذا الشكل وتعودنا ودرسنا أكثر من مثال على هذا الشكل طريقة الـ RREF طيب أصبح عندي قيمة المحدد أصبحت أربعة في أربعة فممكن نقدر نسوي طريقة الكوفاكتور نحن باستخدام الصف الأول الصف الأول طبعاً أو العمود الأول أفضل لأن العمود احتوى على أكثر شيء أكثر من الأصفار فبالتالي استخدام العمود الأول في إيجاد قيمة المحدد هي الطريقة المسلى أو تعتبر بالنسبة لنا أسرع طريقة لإيجاد قيمة المحدد لأن عندي العمود الأول يحتوي معظمه على أصفار فبالتالي نحط الإشارات موجب وسالب وموجب وسالب بهذا الشكل طبعاً قيمة الموجب والسالب بنسبة الأصفار لا تمثل ولا تؤثر على قيمة المحدد نهائياً فبالتالي احنا بناخد الواحد بإشارته إشارته موجب واحد وبعدين نكنسل الصف ونكنسل العمود اللي موجود في الواحد فبتتبقى عندي الصب ماتريكس اللي موجودة للداخلية اللي هي عبارة عن ثلاثة سلب ثلاثة ثلاثة وسلب واحد في ثلاثة في اثنين وسلب واحد وواحد وثلاثة كل ده مضروف في قيمة الواحد اللي هو إشارته موجب فأصبحت حالياً يعتبر محدد من النوع ثلاثة في ثلاثة لو احنا أخذنا عامل مشترك من الصف الأول فبالتالي ممكن ناخد الثلاثة عامل مشترك طبعاً من ضمن خواص المحددات ممكن أخذ أي عامل مشترك من أي صف وأي عمود بخلاف المصفوفة عشان ناخد عامل مشترك لازم ناخد هذا العامل مشترك من كل الصفوف الموجودة في المصفوفة ولكن بالنسبة للخواص المحددات يمكن أخذ أي عامل مشترك من أي صف أو من أي عمود فبالتالي من الصف الأول أخذنا الثلاثة عامل مشترك فتبقى عندي واحد سلب واحد واحد والبقين الصف الثاني والثالث كما هما ونبدأ نصف أيضا نسوي عملية ال-R-E-F مرة أخرى ال-R-E-F مرة أخرى على هذا الموضوع وجدنا واحد وتحتيه سلب واحد وسلب واحد لو جمعنا الصف الأول على الصف الثاني والصف الثالث هطلع عندي المطلوب طبعا 1 في 3 تسوي 3 فهيكون قيمة المحدد 1 سلب 1 1 0 2 3 0 4 فأصبحت مصفوفة مسلسية وعليا يعني معناها أنها هي Upper Triangular Matrix معنا أنها هي Upper Triangular Matrix يبقى أنا أقضى أحسب المحدد بطريقة بسيطة جدا جدا هي عبارة عن حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي يبقى نزلنا الثلاثة التي تعتبر عام المشترك أخذناها قبل شوية فكانت عبارة عن الثلاثة تنزل كما هي وبعدين قيمة المحدد اللي وراء الثلاثة هو عبارة عن حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي اللي هي 1 ضرب 2 ضرب 4 اللي هم 8 ضرب 3 يسوي 24 إذن دت اي يبقى إحنا حسبنا دت اي انفرس عبارة عن 24 أما الدت اي هو عبارة عن 1 على الدت اي انفرس فالدت اي انفرس 24 يبقى أصبحت الدت اي تساوي 1 على 24 وده يعتبر بالنسبة لنا هو عبارة عن Part I موسيقى موسيقى